وخلال اجتماع الحكومة قدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عرضا حول آخر مستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليا وعالميا وموقف متغيرات الفيروس وجهود التعامل أيضا معه بالإضافة إلى جهود توفير اللقاحات وقد تناولت الوزيرة الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتي تقيم مستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن هذه الخريطة قد صنفت مصر ضمن المستوى الثاني الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا متوسط بمصر كما صلتت الوزيرة الضوء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد اللقاحات وتطرقت إلى موقف توفير الأكسوجين مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر